في فكرة سراع الحضرات وفكرة العولمة اللي اتكلم عنها اكتور عبد الرحمن انا عايز اعرف تعتقد كده يعني من معاشرتك لي ومن متابعتك واهتمامك واضح شديد جدا بفكره اكيد لو كان موجود النهاردة ولو كان شاف اللي حصل امبارح كان قال ايه اشوف مفيش حد في الدنيا حيبقى مبسوط بمبارح اوان كنت عايز في بداية الكلام اني اعزي كل الضحايا وكل الضحايا وكلهم مصريين وكلهم عندي على نفس المستوى مش هقول الزابط والمسيحيين لا هقول المصريين الذين توفوا وقد يكون الزابط مسيحي انا ما عرفش بس يعني كلهم مصريين الجميع مصري وللأسف هناك فشل فضيع موصلنا الى الحالة دي ما حدث من محافظ الاسوان كان يستدعي اقالته في نفس اللحظة تركه يستدعي اقالة رئيس الوزارة احنا كده بنهزر صحيح عبد الرحمن بدوي كان حيقول ايه اعتقد كان حيقول كلام جامد اوه ما ينفعش تقلع تليفزيون ما ينفعش تقلع تليفزيون طيب اخيرا يا فندم ايه اللي جاي الخطوات سريعا جدا اذن اي خطوات المفروض او اصدارات اللى متوقع اه بيعمل سارونا عبد الرحمن بدوي ده في الأسبوع الأول من كل الثلاثة الأول من كل شهر للأسف كان مفروض يتعامل بسرحة من عملوش يوم واحد فكان مفروض تمانية وتمانية نوفمبر حيبقى في العيد فاحنا أصبح في ديسمبر الثلاثة الأول من كل شهر ما عادة لو كان يوم واحد بيبقى يوم تمانية لحد يونيو بيعمله في المجلس الأعلى للثقاف ده الهدف منه وده من يوم ما نشأ نشأناه في شهر إبريل سنة 2005 وكان الهدف منه المنهج أن نستلهم جدية عبد الرحمن بدوي ونظرته للمستقبل وأن كل اللي احنا بنعمله أضايا هامة بنظرة مستقبلية ماذا بيضع لهذا الصالون بيضع للحضور ولا بيضع للكلام للحديث حسب المورد هذا الموضوع بنتكلم في مواضيع كتيرة من النقطة اللطيفة جدا أن كان فيه اللي هي بتاعت يوم تمانية فبراير 2011 بس طبعا نضطرين أن نلغيها كانت مترتبة من قبليها الخريطة الفلسفية في العالم ونظرية التغيير في مصر يعني في أثناء الثورة بس طبعا ما كانش ينفع تعمل حاجة في وقت الثورة في هذا المنصر الأستاذ محسن بدوي رئيس مكتر عبد الرحمن بدوي للإبداع أكيد جهودك تحترم جدا لأن حضرتك بهذه الجهود طبعا هو التراث موجود والحفاظ عليه هو واجب على كل أصلا مثقف وكل هيئة ثقافية في مصر ولكن ساعات يعني بيبقى فيه تقصير من بعض الجهات وعشان كده دور حضرتك مهم جدا ودور أي حد مش بس مش هزم يكون هو يعني بيرتبط بالسرعة قرابة بأيا كامل الشخصيات لكن يجب أن احنا كلنا نقدر على قد ونقدر نحافظ على التراث عشان دي مسؤوليتنا اللي بعد كده فحنمشكرك شوكرا جزيلا على هذا المنصر ويوم الثلاث مش بقى نوفمبر ديسمبر هايكون أول تد الدعم فتوحة للجميع يا فن هاي اللي عايزي مفتوحة للجميع وهل فيه متحدث معروف في الفيديو مش في دماغي بالزبط لأن عندي الجدول في دماغي بس أنا مش من طيب واللي عايزي عارف يعمل إيه خش على مساء عندنا الموقع ممكن أبقاديه لكم هو www.abdurrahmanabdurrahmanabdawai.org حنكتبه على التويتر وعلى فيسبوك برئيس حالا وعلى اليوتيوب أكيد على الفقرة بتاعتنا وإحنا مشكوحاتك جدا يا خدم شكرا مشاهدين هنروح لفاصل ونرجع تاني ونرسم كاملين في نايل لايف خليكم معنا